نروح بقى لماتش النهاردة ماتش النهاردة من ناحية الفنية هي مبرم السهلة قبل ما تطرق لماتش الاهلي وسموها خلينا أكلمك على فترات الراحة ما بين ماتشات النادي الاهلي بعضها ببعض احنا خلصنا الماتش مع ميدياما من أقل من ثلاثة يام أقل من 72 ساعة أقل من 72 ساعة يعني اللعيب حتى ملحيش تعمل استشفى مش إنها تشوف سموحة وتتكلم عن الأخطاء اللي حصلت الماتش اللي فات وتشوفها في الملعب وميستر كولر يعالج الأخطاء دي لا ملحيش كلها يعني هو تقريبا هيبقى استشفى يوم وتاني يوم يمكن محاضرة ناظري الماتش النهاردة الصعوبة بتأتي أولا من فترات الراحة دي أول حاجة فيش فترات الراحة بتأدوبك مريحتش حتى 72 ساعة 48 ساعة وبتلعب ماتش مع سموحة خشت على حاجة تانية برضو قبل ما تكلم على طبيعة ماتش سموحة ملعب المباراة ملعب المباراة نفسه بيبقى طبيعة الأرضية بتاخد وقت في بعض الأوقات في بعض الأوقات لما تكون أرضية ملعب ناشفى بتحتاج استشفى زيادة شوية مفيش استشفى يمكن ميستر كولر اشتكى شوية من طبيعة الملعب النهاردة كمان الملعب اتغير ولكن برضو مش التغيير يعني أنا مش عايزة أتكلم على طبيعة أرضية ملعب المولين أنا مش قصدي أي حاجة خالص بس هو طبيعة الملعب الأرضية ناشفى شوية فدي حتى في الاستشفى بعد كده بعد المباراة لأ بتبقى محتاجة وقت زيادة احنا كالعيب يذكور لما كنا بنلعب في أرضية صلبة شوية لأ كنا بنتعب جدا عبال ما نعمل مرحات الاستشفى بتاخد مننا وقت طويل شوية فما بلك أن الماتش بعدها بـ 48 ساعة ماتش سموحة النهاردة بعدها بـ 48 ساعة بعد ماتش ميديام لسه طلعين جينا بعد يومين على طول مفيش استشفى مفيش أصلا حتى تحضيرات لمباراة سموحة في أرضية الملعب تدريبات يعني وبعدين بنلاقي نفسنا بنلاعب سموحة في الدولة بنرجع للدولة ماشي هو ده قدر النادي الأهلي ده قدر النادي الأهلي متعودين عليه بقى أنا كذا سنة فعشان كده بتادي الصعوبة من الأول ذات كمان ماتشات سموحة اللي لها طبيعة خاصة طبيعة خاصة لأن اللي ماسك خدر فنية في سموحة كابتن أحمد سامي ابن النادي الأهلي فبيبقى برضو بيفكر في مواجهة النادي الأهلي بأسلوب خاص اللعبة نفسها في كل الأندية لما بتيجي تلاعب النادي الأهلي لا بتستعد استعدات خاص جدا 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 للزعيم ولكن نبص بقى على النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي في ماتش النهاردة بنتكلم آه ما كانت فيه استشفى كويس يومينه بتلعب الماتش سموحة في الدوري لكن على النادي النهاردة انت بتستعيد مرة تانية ان شاء الله جهود علي معلول وزي ما قلت لحضراتكم عودة عمر السلية بنقول له الحمد لله على السلامة بعد غياب فترة كبيرة زي ما بقول لحضراتكم إصابة وتأهيل كمان النهاردة ممكن تشوف مبارات اكتكية بقى من الفرقتين وفكر خاص ما بين ميستر كولر مباراة خاصة ما بين ميستر كولر وأحمد سامي دايما عمر السلية طبعا معانا على الشاشة ونتمنى له يا رب التوفيق والبعد بقى عن الإصابات هو زمنه يعيني زهر الراجل ونفسه مفتوحة للملعب اتمنى ان شاء الله ان يبعد لصبع عن الجميع عن الجميع كل اللعيبة مش في النادي الأهلي بس المهم ماتس النهاردة زي ما بقول لحضراتكم بيمثل أهمية كبيرة جدا 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 لأي فريق هتقول لي سموحة النهاردة آه بيمثله المباراة يعني أهمية كبيرة جدا لأنه بيلعب ضد الكبير ضد النادي الأهلي فكله عايز كله عايز يثبت النهاردة أنا قدام النادي الأهلي أنا لا ده نستحق إن أنا ألعب أساسي بسموحة ده نستحق ألعب في أي حتة تانية ده نستحق ألعب في النادي الأهلي نفسه فهتلاقي مباراة خاصة للعيبة لعيبة سموحة ضد لعيبة النادي الأهلي